السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعد لوقاتكم يا رب حبايب قلبي ان شاء الله جميعا تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله لحنا اخد مع بعض نتعلم طريقة شلون نعمل الكريم الانجليزي. يعني احنا بالفرنسي كريم انجليز. آآ الكريم الانجليزي كتير كتير مهم لبعض انواع الكيكات والحلويات. ان شاء الله بالمستقبل لح ورجيكم بشو ممكن نستخدمه. ولكن مبدئيا لازم تعلم شلون نعمل الكريم الانجليزي. وهلا ان شاء الله آآ لح اروح مع بعض على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندنا نصف لتر حليب. وعندي تمانين جرام سكر ما يعادل تمان معالي كبيرة. وعندي اربع صفار بيض. وعندي آآ عشرة جرام فانيليا او زرف فانيليا. وكمان بدي مع ملعقة آآ طحين او نشا انتو بتحطوا البتكونيا. انا هون عندي في نشا. وهلا خلينا نروح مع بعض على طريقة التحضير. وهلا هون اخواني منحط نصف لتر حريب على طنجرة على نار وسط. ومنحط بسم الله. الفانيليا زرف الفانيليا. بنحرك شوي لحتى يضوب زرف الفانيليا. وبعد ما دوبت الفانيليا بتركها هيك لحتى الحليب يغلي وبطفي النار. وهلا اثناء الحليب ما هو عم يغلي فينا نعمل نحنا نكفي به اكمالة الطريقة التحضير. وهلا حبايا بقلبي هوني منحط سفار البيض اربعة سفار البيض. وبنحط معهم السكر بس في نقطة كتير مهمة هون بيخربطوا فيها ناس كتير. بس تحطوا السكر ما لازم نسها عن الموضوع. لازم دغري مبلش نحرك. ما بصير نحط سكر ونقعد نستنى نص دقيقة ودقيقة. لونه بيخرب سفار البيض على الطبخ بسم الله. شايفين نزلنا السكر بشكل سريع ومباشر. دغري مبلش نخلط. هلا لحظا انا عم نخلط تقريبا شي خمس دقايق لحتى يصير لون السفار ابيض. وهلا اخواني متل ما يكن شايفين اخد معي تقريبا اربع دقايق. شايفين كيف? هلا مناخد النشا. ما مننزل النشا كله دفعة واحدة. هو معلقة. منزله على دفعتين. شوفوا كيف. هاي اول دفعة. منخلط هيك لحتى يدوب النشا. بعد تحط النشا بالحليب. طبعا انا عم خلط عم رائب الحليب غلى ولا ما غلى. وهلا منحط. اللي كمالة. ومنحرك. صارت جاهزة. ومتل ما يكن شايفين. هلا طبعا هيقلنا انه جاهزة. حركناها هيك شوي. اه طلعت الحليب. حركت الحليب شوي بالعصاية. شايفين كيف صار? طبعا هو غلى. لا ما بصير نحط كل الحليب مباشرة لانه بيخرب السفار البيض. سفار البيض بيخرب في حالتين. لما بتحطوا سكر وبتتركوه شوي من دون ما تحركوه مع بعض. هاي هي السبب الاول الخربان. والشغلة الثانية سبب التاني لما بتحطوا شي مغلي مباشرة كله دفعة واحدة. لازم تحطوه على دفعات. شوفوا كيف بسم الله منحطوا شوي. فينكن بالكب جاية يعني. شايفين كيف? حطينا شوي وحركنا. بسم الله. مرة تانية. هي حطينا مرة تانية. ها? وحركنا. بهالطريقة هي. لحطهم كلهم وبرجع لكم. ومتل ما يكون شايفين اخواني صارت بهالطريقة هي. هلا بدي رد ارجع حطها مرة تانية بالطنجرة وحطها على نار هادية. وهلا بقل لكم شلون طريقة التحريك. وهلا اخواني رجعناها على نار هادية. اذا بتعلوا النار شوية صغيرة خالص فرط. على نار هادي بطريقة هي. شايفين رقم 8 بتحركوه. هيك بهالطريقة هي. رقم 8 وبشكل بطيء. اخواني كيف بنعرف انه هو صار شوفوا كيف بيمسك. شايفين؟ لساتني عم حرك رقم تماني. هلا شوفوا لما بتعملوا هيك. بتنزلوا. بتلاقوا على العصايا شوفوا طبعة. ما بتعملو له هيك. بهالطريقة هي معاتها صارت. شايفين هي الطبعة هي الرغوة ولما عملت لها هيك راحت الرغوة معاتها صار. زبط معنا. وهلا حبايا بقلبي طلعتوا انا شلته من الغاز. شوفوا كيف حركته شوية صغيرة كمان بس لحتها راحو الزغبيب يلي عليه حركته هيك يعني بشكل تماني. وهلا بجيب مصفايا وزبدية بسم الله وبحطه بنزله هون. بهذا الشكل. اللي حنزلون وبرجع لكم ان شاء الله. ببعض الساعة شوف شلون صار معنا الكريم. الانجليزي بهذا الشكل. شوفوا الكسافة تبعو. شوفوا كيف. شايفين كيف اخواني هيك بهالطريقة هي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ازا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. وفعلوا زر الجارس لحتى يصلكون كل جديد. وانترون ان شاء الله في فيديوهات تانية بالمستقبل. والسلام عليكم وحط الله الله تعالى وبركاته.